ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة المعرفة فقرة المعرفة أربع سئلة معلومات عمّة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات زينية أسئلتنا تعتمد على السرعة ليكم أنتو الثماني معلومات عمّة، والسؤال هو حصل صلاح العيدي على درجة الماجستير من إحدى الجامعات في غزة عام 2024 فما هي؟ رمضان جامعة القدس؟ جامعة القدس استعجلت، إجابة خاطئة ناقش الرسالة دي في خيام النازحين رسالة ماجستير في إدارة الأعمال وأحدى الرسالة دي لأرواح الشهداء والأسرة أي من بحر إجابتك جامعة الخليل؟ جامعة الخليل، إجابة خاطئة في حد عنده إجابة تانية؟ الأزهر؟ أيوة، شفت يا رمضان؟ باستعجل ليه؟ هي فعلاً جامعة الأزهر عيني عيني معلش، حدث بعنوان تحدي للشعب الذي لا يعرف المستحيل كلنا نحيي صلاح العيدي وشعب فلسطيني الله سؤال اللي جاي رياضة والسؤال هو فتح كاميل هو صاحب ثاني أسرع هدف في تاريخ كأس أسيا لكرة القدم حتى عام 2023 فما هي جنسيتك؟ طبعاً، أيمن بحر قطف البازر وجابة صحيحة، طبعاً سنجلوا في مرمى الصين بعد عشرين سنية ملقب الفارس الأصمر السؤال اللي جاي؟ تكنولوجيا والسؤال هو في أي دول الأمريكتين تأسست شركة الهواتف والبرمجيات بلاك باري ليمتد عام 1984 رمضان أمريكا؟ عرام عليك إجابة خاطئة خصارة يا رمضان دربالة كندا كندا؟ إجابة صحيحة اتأسست باسم سؤال الأخير في الفقرة وطبعاً، مش عارف أقولوكم إيه كان الله فعونكو؟ أو الله، مش عارف أقولوك إيه يعني؟ مش عارف أقولوكم ممكن نعدي سؤال ده ممكن نلغي السؤال ده؟ ممكن نلغي السؤال ده؟ أو قدرات زينية أو حد يمسك إيد أيمان قدرات زينية والسؤال هو حين المسألة الآتية 13 في 15 زائد 309 يساوي كان إبراشي إجابتك؟ 424 محمود الإبراشي إجابة خاطئة إجابتك؟ 474 غلط غلط خمسونة واربعة خمسونة واربعة طبعاً أيمن بحر طبعاً هي خمسونة واربعة مش عارف لي استعجلتها إيه براشي بص، القدرات الزينية لست بقى فاهم حاجة إيه براشي أما دام أيمن بحر في فريقك مجاوبش يبقى لازم تستناه وتراجعه لأن أيمن كفء في القدرات الزينية والحقيقة إحنا نرجع للمدير الفني في المشكلة دي دي غلطة المدير الفني مش غلطته عادي 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 ولكن معلش خلي بالك يا إيه براشي هادي جلال للأسف الشديد إجابة خاطئة وزي ما أيمن قال خمسمية واربعة سؤال كان ممكن يتحل فعلاً النتيجة في نهاية الفقرة مية رمسيس أربعين سقارة